وإلا الجولة على الصحف والمواقع وأبرز ما جاء فيها اليوم ونبدأها مع الأخبار بعد عودة الرئيس الحريري وكل الأخبار المرتقبة حول أزمة تأليف الحكومة مهلة الحريري تنتهي اليوم إلى الانتخابات قالت مصادر مواكبة للحرك الحكومي أن رئيس مجلس النواب لا يزال ينتظر عودة الحريري للوفاء بالتزاماته تأليف حكومة من 24 وزيرا من دون حصول أي فريق على الثلث المعطل وأوضحت المصادر أن رئيس الجمهورية ميشيل عون ينتظر بدوره نتيجة مسعى بره الذي سبق أن طلب مرتين تمديد المهلة التي حددها للرئيس الحريري وكشفت أن رئيس البرلمان المستاء من تصرف الرئيس المكلف الذي لم يفي بوعده بعد وضع لنفسه وللحريري مهلة أخيرة تنتهي اليوم طبعا هذا الخبر قبل وصول الرئيس الحريري كما سبق وذكرنا وقبل وصوله فجرا إلى بيروت وتابعت الأخبار ورأت المصادر نفسها أن الأهم هو أن يعود حاملا مقترحا حكوميا عمليا من خارج سياق منوراته السابقة وإلا سيثبت باليقين أنه لا يزال يراوغ ويعرقل بهدف إضاعة الوقت ما سيحتم سقوط المهلة الأخيرة ليصبح بعدها لكل حادث حديث وهذا ينطبق أيضا على عون الذي تشير المصادر إلى أنه في حال عدم إفاء الحريري بوعده لبره فأن يوم الاثنين سيكون يوما آخر وهو يفترض أن يبلغ الجميع أن ملف تأليف الحكومة من قبل الحريري لم يعد مطروحا ليكون البديل الدعوة إلى انتخابات نيابية جديدة بعد استقالة نواب التيار وأوضحت المصادر أن رئيس الجمهورية سيتعامل عندها مع الانتخابات بوصفها الخيار الأخير لوضع البلد على سكة الخروج من الأزمة بعدما ساهم الانتظار الطويل لتأليف الحكومة في مفاقمتها وبحسب ما تردت فأن التيار الوطني الحر أجرى ثلاثة دراسات مختلفة لآراء الناخبين كشفت أن خسائره ليست بالقدر الذي يعتقد منذ السابع عشر من تشرين الأول الفين وتسعة عشر وبعيدا من نيات التيار يتقدم الحديث عن حكومة انتخابات يجري تأليفها برئاسة شخصية غير الحريري وتكون شبيهة بحكومة الرئيس نجيب ميقاتي عام الفين وخمسة في الموضوع نفسه وحول الأزمة نفسها ننتقل إلى الجمهورية فرصة حقيقية فهل ينجح بر والراعي وجملات في تجديد التسوية بين العهد والحريري في موازات السعي الجاد لعينة تيني وبكركي والمختارة فإن المؤشرات التي تصدر عن قصر بعبدة وبيت الوسط لا تزال متناقضة ولا توحي بتفاؤل كبير بل تعكس الرغبة في مواصلة اللعبة نفسها بتقاضف المسئوليات ورمي الكرات وتسجيل للنقاط وعلى الرغم من أن ذلك المسعى الثلاثي يخظى بمباركة خارجية ثلاثية روسية وفرنسية ومصرية إلا أن مفتاح التأليف يبقى في يدعون والحريري وحدهما وهذا المفتاح السياسي قبل أن يكون تقنيا فإذا تجددت التسوية السياسية تعالج فورا تقنيات التأليف والخلاف حول لمن ستقول هذه الوزارة ومن سيسمي هؤلاء الوزراء وبالتالي المهمة الأولى للثلاثي المحلي المدعوم من الثلاثي الخارجي هي سياسية بامتياز فهل سينجح الثلاثي بر والراعي وجملات في تجديد التسوية بين العهد والرئيس المكلف أيضا في الجمهورية أكدت مصادر حزب القوات اللبنانية موقفها الواضح من موضوع الاستقالة من المجلس النيابي لأن القوات لديها هدفا وهذا يعني أنها لا تتوقف عند استقالات التيارات أو الأحزاب الأخرى لتبني على ذلك استقالة كتلتها فهي لمشكلة لديها مع من يستقيل أولا فالهدف بالنسبة إليها هو الانتخابات النيابية المبكرة وكل من يعتمد الاستقالة كوسيلة لإسقاط المجلس تتلاقى معه القوات لأن الإنقاذ لا يتحقق في ظل الأكثرية الحالية ولفتت لأن البعض يريد في الحقيقة الاستقالة للتخلص من رئيس حكومة المكلف سعد الحريري فيما نحن نريد الاستقالة من أجل إعادة إنتاج كل السلطة أي إنتاج مجلس النيابي جديد ورئيس جمهورية جديد ورئيس حكومة جديد مشيرة إلى أن بالتالي إذا استقال تكتل لبنان القوي نؤكد بأن تكتل الجمهورية القوية سيستقيل أيضا فبالنسبة للقوات يجب بذل كل الجهود لتقصير الأزمة هذا هو هدفنا وهذا هو مسعانا وننتقل إلى صحيفة الشرق الأوسط التي تناولت أيضا أزمة تأليف الحكومة وأبرز العقد في موضوع التأليف وأوضحت لها مصادر في التيار الوطني الحر تعليقا على تسريب إرسال رئيس الجمهورية صيغتين للحكومة للعمل عليهما عبر البطريارك الراعي إلى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أنه تم إرسال صيغتين قبل جلسة مجلس النواب الأسبوع الماضي التي خصصت لتلاوة رسالة الرئيس عون رافضة وضعها في خانة التعدي على صلاحيات رئيس الحكومة ولفتت إلى أن الخطوة تأتي في سياق الشراكة المطلوبة في التأليف بين الحريري والرئيس عون وعن خلفية خطوة السياغ الحكومية التي قدمها عون أوضحت أنه بعد زيارة البطريارك الراعي الأخيرة إلى القصر الرئاسي تم تواصل بعد فترة بين الجانبين حيث أرسل الرئيس عون إلى الراعي صيغتين للحكومة هما عبارة عن منهجية لتوزيع الوزرات على الطوائف وما يسميها من دون أسماء وليس تشكيلة حكومية كما يقولون كما أنها قابلة للبحث والتعديل ومن ثم أرسله الراعي إلى الحريري وأشارت المصادر إلى أن يوم جلسة البرلمان أوضح رئيس التيار جبران باسيل لرئيس المجلس النيابين بهبر ما حصل وأطلعه على الصيغتين بحضور نائب علي حسن خليل مؤكدا أنها منهجية وليست تشكيلة بمن في ذلك الوزيران المسيحيان الذين يقعوا الخلاف حولهما على أن يتم الاتفاق عليهما بين الحريري وعون بعيدا عن أي ثلث معطل مقنع كما يحاول البعض القول وحمل التيار المستقبل مسؤولية تسريب الصياغ مركزة على أن الهدف هو حرقها ولسيما أن الحريري لم يجب على الراعي وهو ما لاقى استياء الأخير وعبر عنه الأسبوع الماضي وعن اعتبار المستقبل خطوة رئيس الجمهورية عديا على صلاحية رئيس الحكومة رفضت المصادر وضعها في هذه الخانة قائلة المنهجية قابلة للتعديل وفق مبادئ عامة كان قد تم بحثها بين الحريري وعون وهدفها تسهيل البحث وليس فرض أسماء موقع المدن تحدث عن التوجه نحو حكومة انتخابات أو بالأحرى نحو توجه الاهتمام السياسي نحو الانتخابات النيابية المقبلة التحضير للانتخابات من الحكومة إلى الاستقالات النيابية مونير الربيع كتب ليست المعركة السياسية الدائرة في لبنان اليوم إلا صانيعة استحقاق الانتخابات فالقوى المحلية والدوائر الدولية كلها أصبحت مهتمة بالاستحقاق الانتخابي بعد سنة من الآن لقد أصبحت الحكومة على أهميتها تفصيلا وعنصر تعقيد في سياق التهم المتبادلة والصراعات القائمة ورغبة الطرفين في إلغاء واحدهما الآخر وهناك كثر ينتظرون اعتذار سعد الحريري ربما لطموح شخصي أو لحسابات أخرى وتتواتر بعض المعلومات الخارجية عن أن التوجه الدولي يعمل على تشكيل حكومة انتخابات من غير المرشحين وتحضر للمعركة الانتخابية ليجري الالتزام دوليا ومحليا بما تفرزه الانتخابات وفي هذا الإطار تبرز طموحات كثيرين لتولي رئاسة الحكومة وتشير بعض المعطيات إلى حصول لقاءات واتصالات بين شخصيات لبنانية مع جهات خارجية للعمل على صوق مثل هذه الحكومة وهي شخصيات تعتبر أنه من الضروري الاتفاق مع سعد الحريري على شخصية بيروتية تتوافق معه ولها حيثيتها وتجربتها لترأس حكومة الانتخابات من دون أن تكون مرشحة لخوضها ولا تؤثر سلبا عليه في بيروت على أن يعود الحريري بعد الانتخابات بناء على ما تفرزه نتائجها لكن الحريري يرفض حتى الآن البحث في أي من هذه الخيارات ولا شك في أن اعتذاره ليكون سهلا فنتائجه ترتد عليه سلبا إلا في حال اقتران الاعتذار بالإعداد لحملة سياسية معارضة كما فعل وارده سابقا واكتسح الانتخابات في العام لكن معارضي الحريري يعتبرون أن التجربة اليوم مختلفة جدا وتغيرت الظروف عنها أيام وارده وربما كان الأمر قابلا لفعل ذلك لو استمر سعد الحريري في المعارضة منذ استقالته ولم يكلف وقد يظل الحريري بعيدا من خطوة الاعتذار بسبب الاعتبارات القائمة لدى شخصيات طامحة للوصول إلى رئاسة الحكومة لذا قد يبقى ممسكا بورقة التكليف القوية وعدم التنازل لميشيل عون وتحميله مسؤولية التعطيل وهذا يعزز شعبيته ونختم الجورة مع صحيفة نداء الوطن سينودوس لبناني في الفاتيكان الصيغة مهددة بالزوال كتبت نداء الوطن في المنشات بدأت الهواجس تتعاظم في الحاضنة الفاتيكانية إزاء مستقبل الصيغة اللبنانية الأمر الذي دفع البابا فرانسيس إلى الدعوة لإقامة سينودوس مصغر على نية إنقاذ لبنان كما وصفته مصادر رعوية لنداء الوطن مضيحة أن الفاتيكان يرى أن لبنان بات يواجه خطرا وجوديا وأن صيغته أصبحت مهددة بالزوال وإثر أعلان البابا أمس عن دعوة ممثلي المكونات المسيحية في لبنان إلى الفاتيكان في الأول من تموز المقبل نقلت المصادر أن الفاتيكان يرى أن الأزمة في لبنان أصبحت وجودية أكثر منها اقتصادية وسياسية فقط ولذلك فأن البابا يهدف من وراء اللقاء المرتقب في تموز إلى حث الداخل والخارج على التحرك السريع لدرء الخطر عن الكيان اللبناني كاشفة أن التنصيق بين الفاتيكان وباريس مستمر على قدم وساق كما أن الدبلوماسية الفاتيكانية فعلت قنواتها مع عواصم القرار وعلى رأسها واشنطن للتباحث فيما يمكن القيام به لإنقاذ الوضع اللبناني ومن هذا المنطلق وضعت المصادر دعوة البابا إلى عقد لقاء لبناني مسيحي في الفاتيكان ضمن إطار تحرك الفاتيكان على الصعيدين الروحي والمؤسساتي المسيحي لوضع خريطة طريق إنقاذية للبنان لافتة إلى أن هذا اللقاء سيعقد على مستوى القيادات الروحية المسيحية وفي مقدمها البطرياركو الماروني للبحث في الوضع المسيحي والوضع اللبناني عامة ورسم خريطة تحرك لحؤول دون زوال السيغة اللبنانية ولسيما أن التفاقم الأزمة السياسية سيضع جميع اللبنانيين والمسيحيين منهم على وجه أخص على سكة الفقر والهجرة وفي ختام الجولة على الصحف